فإن بيعة الغدير في زماننا هذا بيعة إلهية محمدية علوية مهدوية بهذين الوجهين تصدق بيعة الغدير بالنسبة لنا هذا هو المضمون الإجمالي أما التفصيل فسيأتي بيانه بشكل موجز في هذه الحلقة الحلقة مهمة جدا إنها تشرح لكم مضمون عقد البيعة الذي بايعتم وفقا لمضمونه بيعة الغدير من دون أن تطلعوا على مضمون العقد حولوا بيعتكم من بيعة السفهاء إلى بيعة الحكماء حولوها من بيعة الحمير أتحدث عن البشر الحمير إلى بيعة الإنسان إلى بيعة البشر الإنسان حولوها وعرفوا مضمون بيعتكم حين بايعتم ولا تذهبوا وراء أولئك الخونة السفلة الذين نقضوا بيعة الغدير وبعد ذلك ورطونا في بيعة سفيهة في بيعة حمقاء مع محمد وآل محمد عبر خطبائهم عبر فضائياتهم عبر تفاسيرهم عبر وكلائهم عبر أولادهم عبر أصهارهم عبر عمائمهم الإبليسية القذرة هكذا فعلوا فينا